السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يكن لبني إسرائيل في مصر منهاج ولا شريعة رحمة بهم ولما خرجوا مع موسى عليه السلام ذهب موسى لميقاط ربه لمدة أربعين ليلة ثم أتى إليهم بالطورات نورا وهداية ولكن بني إسرائيل المتذمرين دائما وجدوا في الطورة تكاليف كبرت عليهم وشريعة ثقلت عليهم فماذا فعلوا؟ رفضوا الأخذ بالطورة فكان لابد من أمر جلل أمر عظيم أمر يشعرهم بقدرة الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أمر الله عز وجل للملائكة بأن يرفع جبل الطور فوق رؤوس بني إسرائيل طيقان بني إسرائيل من قدرة الله عز وجل وخروا لله ساجدين خاضعين وقبلوا الطورة لم يكن الكبول وحده كافيا فأخذ الله عز وجل على بني إسرائيل المواثيق والعقود مؤكدة بأن يقبلوا كل ما في الطورة وكان في الطورة شرائع وأحكام وأوامر وتكاليف ونعت لصفقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصول الدين فما هي أصول الدين أصول الدين دي هي الأصول الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تنسخ من زمن لزمن وحتلقها موجودة في الطورة والإنجيل والقرآن الكريم مثلا حتلا عند حضرتك توحيد الله وبر الوالدين وصدة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعطف على اليتام والأرامل والمساكي اشتركوا في القناة إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا وميثاقا بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له فحق الله عز وجل مقدم على حقوق العباد وفوق جميع الحقوق أقوى أساليب الحصر في البلاغة هو إسلوب النفي والاستثناء ذي لا تعبدون إلا الله وذي لا إله إلا الله وده معناه لا معبود بحق إلا الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضا وقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد فقال معاذ الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك فقال معاذ الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم وطالما الآية الكريمة من أصول الدين فهي تخصنا كمان فنحضر من جميع أشكال الشرك بالله واللي انتشرت للأسف الشديد في الأمة الإسلامية في الأونة الأخيرة زي شد الرحال لأولياء الله الصالحين أنقذ نفسك وأهلك من الشرك فعلم التوحيد هو فرض عين على كل مكلف ويأتي بعد حق الله حقوق العباد وأول حق من حقوق العباد هو بر الوالدين فبر الوالدين والإحسان إليهما مقدم على جميع حقوق العباد لا تقول لي بقى زوجة ولا أولاد ولا أقارب ولا يتامة ولا أرامل ولا مساكين قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فالوالدان سبب وجودك في الحياة وإن كان على الكفر فعليك القيام بحقهما في غير معصية الله وأطلق الله الإحسان دون تقييد فيكون الإحسان بالقول والفعل فتخير أخي الكريم أحلى الكلمات وأجمل الكلمات وأعذب الكلمات وطريقة الإلقاء تكون طريقة فيها حب وود فإياك من الملل والضجر من طلباتهما فقد نهان الله عز وجل عن قول أف وعندنا من أوجه الإحسان في الفعل بادرهما لما يحب دون سؤال والتواضع لهما وعاشرهما بالمعروف والدعاء لهما في كل صلاة وفي كل وقت والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة بعد أن يفارق الحياة ولا تنسى الصدقة عن الوالدين وصلت أهل وديهما وبكل تأكيد الإحسان للوالدين سبب عظيم للمغفرة ودخول الجنة وكما تفعل يفعل بك وبعد الإحسان للوالدين يأتي حق الأقارب والرحم قال الله تعالى في الحديث الكدسي أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتدته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه بادر بالسؤال عن الأقارب وتفقد أحوالهم وأحسن إليهم وتصدق على فقرائهم وأهدي أغنيائهم وعد مرضاهم وشارك في أفراحهم وواسهم في مصائبهم ودافع عنهم في الحق وبادر لهم بكل خير واعف عن مسيئهم ابتغاء الوجه الله عز وجل ولا تنسى اليتيم واعطف عليه واليتيم هو كل من فقد أباه قبل أن يبلغ ويكفيك أن تكون بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين فإن استطعت فاكفوا اليتيم أو على أقل تقدير انفق عليه ارحمه علمه قومه كتير مننا لا يملك الطاقة أو القدرة على الجهات في سبيل الله أو قيام الليل أو صيام التطوع فكيف يحصل على هذا الثواب العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار وفي هذا الزمان ما أكثر المساكين المتعففين الذين لا يملكون ما يكفي شؤون حياتهم فتصدق عليهم وحض الآخرين على الصدقة عليهم ومن لا يملك المال فليتفقد أحوالهم ويقوم على شؤونهم ويقول لهم الكلمة الطيبة وقولوا للناس حسنة وهل هناك أحسن من قول لا إله إلا الله وهل هناك أحسن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدين والرفق وهل هناك أحسن يا بني إسرائيل من قول الصدق والحق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ونعت وصفته المذكورة في التوراة وهل هناك أحسن من قول سلامة لكل جاهل وأقيموا الصلاة على الوجه الصحيح وآتوا الزكاة لمستحقيها إذا بلغت نصابها ولكنكم يا بني إسرائيل كشأنكم دائما توليتم بعد أن علمتم وأعرضتم ونقطتم العهد وكان ذلك عن قصد وعمد فأشرقتم بالله وعققتم الوالدين وأسأتم للأقارب واليتامة والمساكين وقلتم للناس أفحش الأقوال وهل هناك أفحش من الكذب على من سألكم عن نعت وصفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المذكورة عندكم في التوراة ولم تكيموا الصلاة على الوجه الصحيح وبخلتم فمنعتم الزكاة إلا قليلا منكم وهذا من الإنصاف فلا تخلؤ أمة من المخلصين والطائعين أمثال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه ولأن هذه الآية من أصور الدين كان علينا أن نتعلمها ونقوم بها على أفضل وجه جزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر